اشتركوا في القناة مصري الاصل قطري الجنسية الرجل القوي النافذ والمؤثر في قطر والذي لا ترد له كلمة ولا يعصى له امر القرضاوي الداعي او كما يزعم هو احد ابرز المصنفين على قائمة الارهاب المتعلقة بقطر ولم يدرج اسمه في القائمة بمحض الصدفة بل تكشفه فتاويه ومساعيه وتنقضاته العديدة وتطرفه الشديد الذي ادى الى ادراجه على قائمة الارهاب بدايته في الجناح السري للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين الارهابي في القاهرة اذ شارك في التخطيط لقلب نظام الحكم في عهد جمال عبد الناصر وانتهى به الامر في السجون عدة مرات في عام 1961 اي بعد خروجه من السجن سافر الى ملاذه في قطر وحصل على الجنسية القطرية عام 1995 اصبح مقربا من العائلة الحاكمة يقدم لها الفتاوى التي تجعل كل اعضاء التنظيم الدولي الارهابي وتنظيمات التي تفرعت منه مجرد اداة في يد الحكم بعد عام واحد عقب انطلاق قناة الجزيرة خصصت القناة بدعم وتوجيهات من الامير برنامجا للقرضاوي لتقديم الفتاوى واذاعة افكار متطرفة لتمكين تنظيم سياسي متشدد تحت عباءة الدين ومنذ ذلك الحين والقرضاوي يؤدي دورا محوريا في ترويج سياسات قطر القائمة على نشر الفوضى في المنطقة فلم يتردد في استغلال المنابر الدينية لتقديم فتاوى جاهزة لم تؤدي إلا لنشر الفوضى والتشدد وتحقيق مآرب سياسية أضرت بدول المنطقة يواجه القرضاوي تهما عديدة في مصر وبالتحديد في قضية اقتحام السجون عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 وأسندت إليه التهم التالية التخابر مع منظمات ودول أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر وإعداد مخطط إرهابي بالتعاون مع قيادات جماعة الإخوان بمصر مع كل من حماس وحزب الله اللبناني وتنظيمات أخرى لإثارة الفوضى والتخريب والعمل على إسقاط النظام المصري وقتل المتظاهرين في ميادين مصر وبسبب تلك التهم قضت المحكمة المصرية بإعدامه وخلال سنوات الماضية ظلت السلطات المصرية تطالب قطر بتسليم القرضاوي وتجدد طلبها عبر الإنتربول لكن قطر كانت تقابل الطلبة بالرفض والتجاهل التام أظهر القرضاوي في حياته تنقضات عديدة في مواقفه الدينية منها حين أفتى بضرورة خروج الشباب للثورة على نظام حسني مبارك إلا أن الخروج على الإخوان محرم بحسب دين القرضاوي والخارجون على مرسد أثناء حكمه هم خوارج حرام عليكم أيها الشباب الخوارج هنا الذين خرجوا على محمد مرسد هذا من غير من الشك من يقول غير هذا ليس بعالم كما أجاز القرضاوي على قناة الجزيرة تنفيذ الهجمات الانتحارية في سوريا حتى وإن أدت إلى وقوع ضحايا من المدنيين إذا الجماعة رأت أنها في حاجة إلى من يفجر نفسه في الآخرين ويكون هذا أمرا مطلوبا وتدبر الجماعة كيف يفعل هذا بأقل الخسائر الممكنة ويستطاع أن ينجو من بنفسه فليفعل القرضاوي يصل به الأمر لتنفيذ أجنداته لمدح الاحتلال الإسرائيلي لدرجة تصل به إلى سوء الأدب مع الله تعالى نتمنى أن تكون بلادنا مثل هذه البلاد وهذا مما نحمده في إسرائيل لو أن الله عرض أن نفسه على الناس ما أقضى بهم نفسه الآن يواجه القرضاوي حصاد أعماله وفتواه فبالإضافة للأحكام القضائية وإدراجه على قوائم الإرهاب أعلنت رابطة العالم الإسلامي إنهاء عضوية يوسف القرضاوي في مجمع الفقه الإسلامي كما أن مؤلفاته ممنوعة من الجامعات والمدارس السعودية كما أنه ممنوع من دخول بريطانيا وفرنسا بسبب آرائه المتطرفة وما تجزون إلا ما كنتم تعملون